في الساعات الأولى من صباح الثالث من يناير استهدف رجل إيران الأول في الشرق الأوسط بواسطة غارة أمريكية وهو في محيط مطار بغداد قاسم سليماني القائد العسكري الإيراني وزعيم فيلق القدس التابع لميليشيا الحرس الثوري الرجل الذي ارتبط اسمه بالحرب والمجازر ضد المدنيين في عدد من البلدان العربية كان سليماني ذراع طهران العسكرية الأشد ضراوة والذي يتلقى توجيهات من المرشد الأعلى في تنفيذ الاستراتيجية الإيرانية في إدارة العمليات الخارجية عسكرياً واستخباراتياً وأمنياً في كل من العراق ولبنان واليمن وسوريا وبلدان أخرى منذ تسعينيات القرن الماضي تكهنات كثيرة حول تداعيات هذه الضربة خصوصاً مع التهديدات التي أطلقتها إيران وأذرعها في إشعال المنطقة بحروب النقمة يرى مراقبون أن لإيران أدواتها في إدارة معركة الفوضى والخراب عبر أذرعها المحلية في الدول التي لها نفوذ فيها وهي استراتيجية في ممارسة أعمالها الانتقامية إذ تبدو المنطقة على وعد مع تصعيد عسكري ربما يصل حد شن هجمات ضد القواعد الأمريكية في الخليج أو ضد أهداف حيوية أخرى اليمن وهو يخوض معارك بالوكالة لا يبدو بمعزل عن تداعيات هذه الحادثة فقد حمل رد فعل الحوثيين على مقتل قاسم سليمان دلالات بالغة عن حجم الضربة التي تلقت إيران وأذرعها في المنطقة عبرت الميليشيا عن مبلغ أثر الحادثة عليها فخارجية الحوثيين وصفت الحادثة بأنها اعتداء غادر وجبان المكتب السياسي للميليشيا الحوثي قال إن الولايات المتحدة ارتكبت بهذه العدوانية جريمة حرب على كل الأمة وعلى محور المقاومة وعلى القضية الفلسطينية فتح الحوثيون مجالس التشيع والعزاء في صنعاء حزنا على مقتل الرجل الذي ساهم في تأهيلهم عسكريا ومنحهم خبراء في التدريب لاستخدام الصواريخ والطائرات من دون طيار والألغام الذكية والزوارق المسيرة وخبرات منحت الحوثيين عمرا أطول وإمكانيات أعلى في إدارة المعركة تقف المنطقة على صفيح ساخن ومخاوف من أن تكون الساحة اليمنية إحدى ساحات تصفية الحسابات بين قوى إقليمية ودولية لن ينتج عنها سوى مزيد من الضمار والدماء